هو يوم غير عادي بالنسبة لهؤلاء الأطفال ثلاث فهم بصدد خوض تجربة جديدة بتقديم ملفات ترشيحهم لبرلمان الطفل في نسخته المقبلة فلأول مرة منذ إنشاء هذا البرلمان سيكون بإمكان الأطفال ما بين 12 و 16 سنة التقدم بمشاريعهم للتنافس على 90 مقعدا جديدا أضافها المرصد الوطني لحقوق الطفل مني سمعت بهذه الفرصة اللي يعطونا باش يزيدوا الأعداد الأفراد اللي تقدموا البرلمان بادرت وحاولت ندير مشروع يكون يعجب المون الضيمين دي البرلمان وندخل شينا نقولولي من البرلمانيين نحن الأطفال عندنا مشاكل لهذه الفرصة باش نعطيه حلول لهم وكان عارفش أطفال اللي عشت معهم وتوما عشوفش أوضاع سيئة أو ملقاوش كل غادي يكون بهم التركيب الجديد لبرلماني الطفل ستضم 395 عضوا 305 منهم ستختار موزارة التربية الوطنية على معيار التفاوق الدراسي فيما التسعين مقعدنا المتبقية سيكون التنفس حولها بالمشاريع مشاركة لم تصبح فقط عن طريق الامتياز من ناحية النقاط بل كذلك عن طريق المشاريع دونك كين تسعين مقعد لمخصص الأطفال اللي غادي يقدموا مشاريع ديالهم للمشاريع اللي خصوة تكون غابوا مع حقوق الطفل وأهداف الألفياء للتنمية هذا وحدد المرسد الوطني لحقوق الطفل آخر أجل قبول ملفات الترشيح في الخامس النوفمبر الجاري وذلك قبل أن تشرع لجنة وطنية بدراسة هذه الملفات والبت فيها